مواطن تونسي اللي لا يعرفني اصحابي والفاميلية موضوع كتير يسر عندي عامين من اللي حرقت من تونس فوربا مش هذا الموضوع عنده قال لما مشيت لصالد السبار نلعف السبار مشيت لصالد السبار طنبجت في واحد بلغاتنا نعنى طنبجت في واحد تونسي سمعتوا يحكي بالتاليفون حكينا في السالة غادي كذا حصيله بخينة براسك ساعة ونصف السيد هذا قال لي اسمي سيف الله هو رسوله اعلم كان في سوريا اخرج من تونس حصد قواله هو في ديسمبر 2012 وفي اخر 2016 دخل الورب حكيالي حكايات مخيمة مخيمة حكايات اختيرة بالرسمي حكايات النورمال الله يقدر الخير اقسم بالله اقسم بالله لعندي حتى موضوع انا عندي صغيرات في تونس عندي فاميليا عندي عبادة نتحبني وعناس نعرفها اكثر حاجة نحب ان نبعث لهم ميساج بش نكلم دارنا ونكلم فاميليا والناس الكل يلزم الناس كل تعرف ثم تاو ثم تونس اللي كانوا موجودين في سوريا احنا مش نبش نعرش عن الموضوع كيفاش خرجوا هما خطر كتحبوا تعرفوا كيفاش خرجوا عايتوا للسافير متاع سوريا اللي تردوه من تونس في الوقت ذاكا واسألوا السافير متاع تركيا اسألوا هو واسألوا الحكومة التركية طيب يعكتوكم بالضبط شكون خرجهم من تونس وكيفاش شكونوا وراه مش هذا موضوع موضوعنا انو بش يقعوا عمليات اغتيال والاغتيالات اضامة بش يعملوا بلبلة في المجتمع التونسي عصوا على صغاركم اي واحد عنده صغير في مدرسة ولا في روضة يهزوا ويروح بيه واردوا بالكم في كليجرون سيرفاس واردوا بالكم في اللي باركينج اي واحد عنده كرهبة قبل ما يطلع فاها الصباح ولا في العشية يشوف تحتها بالله الناس الكل تحل عناها وتثبت ارى امريتهم لحكولنا المقدمة اللي عاملوها للتونسة انا مسمى عباد من سوريا وفي تركيا يحب يروحوا تم الاف روحوا وسمى شكول ما حبش يروح كما السيداذا يعرف شنوه بالضبط السيداذا احكالي اللي روحوا وضاكم ودخلاهم ومسبع باهم حتى واحد ووصاهم بش ما يتكلموش اسألوا انا سمى عباد يعرفوا في تونس عنده جيران وعنده عباد يعرفهم كانوا في سوريا وحكولوا حكاية حالة كان في اوروبا ولا كان في ليبيا ولا لا واعلم ناس تعرفوا تم برش عباد من اللي كانوا يضاكم في سوريا بش يخدموا بها العصابة الموجودة في تونس والناس كل تعرفهم في تونس ناس كل معروفين بالنسماء والناس كلها معروفين وهذا المساج كان يوصل رئيس الدولة اللي هو القيد الاعلى للقوات المسلحة وما عندوش هو مهام دستورية هما خدموا علاها العصابة دي خدموا علاها مع البيوعة ومع الصبايحية اكل عرفت العباد اللي باعت البلاد بالفلوس هما خدموا علاها من بعد الثورة طيح وبن عليا ذاكم الخدموا الخدموا عرفتها بعد الثورة متاع تونس خدموا على على سينين القدام هما اللي عاملوا الشباب التونسي وصل قيس السعيد رئيس تونس ما كان نرمش على البال اول حاجة نطلبه من رئيس الجمهورية اللي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهذا اختراح مني كمواطن تونسي وكشاب تركيز وحدات من الجيش في كل مؤسسات العمومية والاكثرية في المدارس الاعدادية والمدارس الثانوية هذه حاجة تعبئة كل السكنات وهذا نداء للشباب المعطل والمهمش قدم روحك للميليتار ما تستناش شهرية قدم روحك للميليتار على خاطر بالحق حرب حرب في تونس بشتوقع من تاريخ سيذكر هذا الكلام وانا مسؤول على كل كلمة السيبان جامع نعرف شنوه نتحدث انا مهمش من اصحاء بالشهادة العليا في تونس حرقت عندي عامين سحب الثقة من وزارة الداخلية وزارة الداخلية مضروبة وزارة الداخلية من داخل من اللي شدها علي العريض البعده هو البنشده الغرصلي هذا نداء رئيس الشمهورية لمساءلت كل من ذكرته اسماءهم للدولة على وزارة الداخلية وزارة الداخلية فهى برشا كوادر عندهم الاف المليارات اسألهم مين عملوها عباد تعرفهم وجيرانهم سحب منها ثقة وتطهير شامل لوزارة الداخلية وبعد اعادة الهيكلة انت وزارة الداخلية ونداء لكل الامنيين الشرفاء خطفها امنيين شرفاء يعرفوا هم المواطن هذا مواطن العادي هذا اللي يتكلم في الفيديو هذا يعرفوا انه كلامه صحيح الامنيين الشرفاء الموجودين في وزارة الداخلية نداء لهم الاطاحة بالنظام النظام الموجود اللي هما يعرفوه الاطاحة بكل عروفات الفاسدين ثم منظومة خدمت خدمت على وزارة الداخلية علش ما يحبوش هما المجلس الاعلى للقضاء علش اليوم من هذا القوانين العدوها الكل تحماهم نداء الرئيس الدولة اعادة النظر في القوانين القوانين يلزم اعادة النظر فيها كل ومساج لنواب اشدد اي واحد يحبو يخدمو به ومحطوط غادي لغاية في نفس يعقوب يعرف روحه المرة هذه بالحق حرب ونداء القيص عيد سيد الرئيس التعبئة كل الثكانات بالشباب الشباب ذاك السلاح ذو حدين احنا وزارة الدفاع انت مسؤولة علاها انت وزير الدفاع انت القيدة الاعلى انت القيدة الاعلى انت تنجم بقرار الشباب اللي انتخبك ووصلك اذاك هو الجيش انتعك اللي بيش يحميك اما بيش يقتلوك بيش يحاولوا بيش يقتلوك بيش توقع بلبلة في البلاد بلبلة كبيرة واي واقع واقعت في تونس من بعد الثورة من الثورة من قتل متاع الشهداء للامنيين اسألهم الامنيين اسألوا الاهل متاعهم على حوال متاعهم اسألهم لتوا يتقاضوا في الشهرية والله محكمة كل الخوانة وكل الفساد معرفين بالاسماء كل رجال الاعمال الفاسدين وكل الخوانة اللي عندهم يد في العلاقات الصهيونية وكل من ساهم في قتل الابرياء وامنيين قتل سياسيين كل من ساهم في قتل الزواري كل من ساهم في قتل المحامين كل من ساهم كل منظوم الفاسدة حان الوقت للابادة ابادة يلزم نعملولهم ابادة جماعية نصب المسانق في الصحات العامة هذا نداء للسيد رئيس الدولة اليوم نكون او لا نكون احنا جديد متاعنا انتهى علينا ونسوا اننا موجودين تم جيل ورانا اللي نرم المان نخمو فيه في تونس اذا استمر الحال على ما هو عليه دوية جنيراسون تروية جنيراسون كات جنيراسون كنعيشوا نفس المنوال الذي عاشه اباؤنا الخوف والقمع والاستبداد ويرضوا بالفوتاد مفهم حد يحل فهم فهمه وتستمر المنظومة الناب للشعب التونسي ناس كل تعرف مانيش مش نحكي علاها خاترني مانيشها خبير من ناس كل تعرفتو مفهماش حتى واحد ما يعرفش في تونس اخر كلمة صحابي والناس تعرفني ولا ما تعرفنيش انا شاب ما عنديش حتى انتماء ما عندي حتى غاية في نفس يعقوب سمعت كلام من سيد كان في سوريا السيدة ذا وصل لي كلام خطير ياسف ما حبش يروح هو يعرف انهم هما ذاكل بش يروحوا باهم بعض بش يستعملوهم با يدق والمنظومة الفازة التي تحدث عليها الناس الكل اللي يمتع كمال الطيف وما وراءه كان اعظم وما خفيا كان اعظم اقسم بالله اقسم بالله الا ما الاحداث اللي باقي تتبخ والضغط الباقي يتصل على رئيس الدولة وعلى المنظومة على وزارة الداخلية وعلى كل الفساد اللي الدول وعلى السلطة الا ما شي رهيب شي رهيب بسوق بش يكتير موجود بش يسلاح اللي روحوا من سوريا ما همش مراوحين بالسلاح معه سلاح موجود اللي عملوا بيها ذاك اللي عملوا بيها العمليات الارهابية في تونس والعمليات التفجير ما زالوا لتوا الدبوات اللي ورهوهمنا في التلافذ وزارة الداخلية والافلام اذك الكوميدية السخيفة اللي كلنا ما عادت تنطليع الشعب التونسي الحيال التمثيليات اللي كل عملتها اليوم نحن كشباب تونس نحن ومن صوت لرئيس الدولة سيد قيس عيد نحن ندعمك بالروح وبالدم وبالعمل الرجاء منك سيد الرئيس تعبئة كل السكنات بالطاقة الشبابية نربحوهم في الأعمال كل الأعمال بنية تحتية الأشغال متاعها وميزانية تعتفاها لوزارة تجهيز ووزارة الخراب والوزارات الفاسدة الكل تفصب الوزارة الدفاع فها وزارة الدفاع فها عباد عمرها ما خدمت وعمرها ما قدمت للوطن نحب نشوفها بالطاقة الشبابية نخدمها للبلاد ونكونها كما احنا نحبه ومن ليم ما عادش يمشي لحتى بلاسة فاسدة مع الإطاحة بالمنظومة الفسادة الإطاحة بكل كل أي إنسان في تونس سواء يعرف راه والناس كل تعرف بالأسماء توا موجودين في تونس لازمهم محاسبة أو محاكمة ولازمهم شنق لازم الشنق في الصحات العامة حتى الرمي بالرصاص هو للشرفاء هم ما يستهلوش هم خونا باعوا لبلاد خونا احنا في تونس الحكومات الشد التونس الأكثرية والأغلبية كلهم يخدموا في المصالح الأجنبية وكلهم ما همش مسلمين الإسلام ليس لهم علاقة به هم دخلوا إلى الدولة التونسية وأصبحوا تونسيين يتكلمون مكاننا ويقومون بأعمال ليست إلا للخراب الدولة التونسية ولتكوين ولتمويل كل العصابات الإجرامية السلام عليكم شكراً للمشاهدة